او الرجل عاوز يحفز على الوزن او عاوز يحفز او عاوز يبني عضلات او عاوز يوصل لأي حاجة هتلاقيك بترجعي لنقطة التغذية ما هي المواد الغذائية التي تحتوي على المواد اللازمة لبناء العضلات يعني بدل ما نلجأ بقى للمواد المخلقة والكلام ده طيب كل ده اعلقته بالوقاية يعني هل بنعمله بقى عشان تقي انت لازم تبني صح انت ليه بتوصلي لمرحلة المرض حصل مشكلة ما فيه نقص معين في الغذاء فيه مشكلة معينة لازم يكون اكل حلويات كتيرة جدا جدا فوق طاقة البنكرياس بتاعته فجاله سكر تناول دهون بشكل جمده جدا فابتدى يجيله كلسترول فجاله انصداد في الشرايين فعندنا يعني علشان حضرتك برضو نبقى معنا الشيخ عصام فانا مفعش اتكلم من يعني طبعا يعني عندنا مثلا حضرتك انصداد الشرايين ده النهاردة فيه لو حضرتك تناولتي معلقة زيت زاتون عليها نقطتين خل يوميا ده بيسموه بلدوزر الشرايين بيدخل يخسل الشريان يعني انا عندي حالة كان رايح عنده اربع شرايين مسدودة وكان عشان يعمل عملية وكده بعد شهرين الدكتور لما راح كشف عليه لا الشرايين دي تفتحت اللي بقولت ليش قبل مسافر امريكا يعني يا فهم حضرتك العسل الابيض فيه شفاء للناس لو لقيت الهيليرونيك اسد اللي هو بيبقى مسؤول النهاردة عملية التجميل وكده فيه ناس بيعملوا نفخ بالعسل نفخ بالعسل وكية نار فشربة العسل فيها مفعول طبعا الله سبحانه وتعالى أكيد يعني يا رسول صلى الله عليه وسلم والعلى الدكتورة توضح لنا نقطة